هنروح للخبر الأخير معنا في أخبارنا المحلية ودائماً بنتابع أخبارنا وأخبار منتخباتنا حتى لو الألعاب دائماً بقرر حتى لو الألعاب دي ما بتتلعبش جواً جدران نادي لها 8 لعبين يمثلون مصر في بطولة أفريقيا لنشيء الريشة الطائرة منتخبنا الوطني لنشيء الريشة الطائرة تحت 15 سنة هيشارك في بطولة أفريقيا الجاية ولا تتلعب في زنبابوي في الفترة من 6 والحد 15 ديسمبر اللي احنا فيه منتخب يشارك بتمن لعيبة بواقع أربع لعبين وزيهم أربع لعبات فريق ناشئين هيتكون من مؤمن خالد محمد وأحمد محمد عبد العال ومحمد عمر النعمان وعمر أحمد الصبات أما منتخب البنات فبيضم أربع بنات وهم نور محمد فكري رحيمة حسين خالد ملايكة محمد حسن وميرة علي عبد الغفور حلو اسم ملايكة وبيضرب المنتخب كابتن هشام سليمان كمدير فني ومعام محمد أبو الحمد كمدرب عام وبيقود البعث إداريان كابتن كريم شديد عضو مجلس الإدارة كرئيس بعسن الحقيقة أنا عايز أقول إنه خلاص يعني الألعاب دي كلها الألعاب الإلمبية دي كلها إحنا دخلين على عشرين واربع وعشرين أيام قليلة ونستقبل كل سنة وحضراتكم طيبين عاما جديد يا ربي بعام رخاء وسلام على مصر وعلى كل يا رب المنطقة وكل أشقاء يا رب السنة الجديدة هيبقى فاضل لك ست سبع شهور وتخش على باريس عشرين واربع وعشرين الله ده نفاكر توكيو عشرين وعشرين زي ما أقولي مبارح وقلنا ساعتها الأيام هتجري وهنغمض ونفتح هنلاقنا في سنة في باريس عشرين واربع وعشرين طيب الأيام جرت ليه لأنه توكيو عشرين وعشرين ما تلعبتش في سنة عشرين وعشرين تلعبت في سنة عشرين وعشرين يعني بفاصل ثلاث سنوات فقط من دورة لدورة لأن الدورة اللي قابلية كان فاصل خمس سنوات لأنك كان مفهول تتلعب في عشرين وعشرين تلعبت في عشرين وعشرين عندك بعد الانتخابات بعد سور اللي بتلعب على اللومبية هحصل انتخابات في كل اتحادات لأن احنا مرتبطين دايما انتخابات الالتحادات اللومبية واللجنة اللومبية المصرية بيكون انتخاباتها بعد الدورة اللومبية مباشرة طيب ايه المطلوب المطلوب التركيز مطلوب النهاردة كل واحد في موقعه خلاص ست سبع شهور والله هيعدوا هوا هتلاقي نفسك اللعبة ده البعثة السفرة ده البعثة جاية والميزة في هذا الكلام ان انت التوقيت ما بينك وبين فرنسا مش زي ما بينك وبين اليابان فانت النهاردة تقدر تسافر بدري مش هيبقى فيه اختلاف يعني بينك وبين فرنسا ساعة أو ساعتين يمكن ساعتين عشان خطوطه الطول ساعتين ممكن يكون فرق توقيت ولا حاجة انما النهاردة انت تقدر تقدر ان شاء الله تستعد كويس الاتحادات اللي عليها العين الخماسي رفع الأثقال عندك الجودو عندك التيكوندو عندك الرماية المحلبة ولاد العم اللي اتنين عبا عزيز محلبة ومحلبة اللاعب الآخر الاتنين ولاد عم عزمي محلبة عبا عزيز محلبة وعزمي محلبة الاتنين ولاد عم عليهم دور كبير ابطال العالم هما دلوقت فنقدر نستنى منهم دليا عندك أيه كمان الألعاب القوى لا ممكن الرمح ممكن مطاق عبد الرحمن يتوفق إن شاء الله بشكل كبير عندك ألعاب أولمبية أو فيها يعني فيها أمل كبير إنها يجيب لك مدليات طيب إحنا عايزين نعدي بقى خمس أو ست مدليات أولمبية دي اللي إحنا سبتين عنها ليه ما نحلمش إن أخذ عشر أو خمستاشر مدلي كل اللي رايح يروح يحلم إنه عايز مدلي أولمبية بس مش بالحلم بس يتحقق هدفك ولكن بالشغل والجد والتعب والاجتهاد أنت عندك لعيبة مهمة جدا أنت خسرت النهاردة الكاراتيه مش موجود معاك النهاردة في أولمبيات ولكن في السنة اللي بعديها غالباً هيكون معاك الكاراتيه وإنت خلاص ضمانت السكواش فيخش لك لعبتين أنت فيهم جامع جدا فإحنا عندنا الأولمبيات اللي جاية بتاعت باريس ولوس أنجلوس 28 هيكون وضعنا أفضل كتير أن يخش فيها الأولمبيات اللي فاتت رفع الأثقال كان موقوف الأولمبيات اللي جاية في باريس 24 رفع الأثقال معاك إذا أنت عندك فرصة كويسة الأولمبيات اللي جاية أنت تكسر حاجز الخمس مديليات آه هتخسر مديليتين اللي هي بتاعت الكاراتيه اللي كنا أخدناهم ولكن ممكن الأصد هتكسب في رفع الأثقال الأخوين جندي في الخماسي يعني إن شاء الله نتمنى بإذن الله في الأولمبيات اللي جاية باريس 24 يكون فيه توفيق كبير جدا جدا لمنتخباتنا ولعباتنا اللي هتشارك فيها بإذن الله وهيحلفهم الحظ ويشاركوا